الحبوب الجفة أو البقوليات منتجات واسعة الاستهلاك لدى الجزائريين وخاصة مع بداية انخفاض درجات الحرارة لكن هذه المواد غالبا ما يمسها ارتفاع الأسعار في السوق المحلية الجزائرية في هذه الفترة مقارنة مع الأسواق العالمية التي تشهد استقرارا في سعر هذه المنتجات الاحتكار والمضاربة وعدم تنظيم السوق كلها عوامل تساهم في ارتفاع الأسعار فيما يدعو مراقبون إلى ضرورة وضع حد للتجار الانتهازيين نحن الآن بصدد تعيين كبرى المخازن التي تستعمل كأدوات بالمضاربة للتبليغ عنها ولدحرها وهي العملية التي بدأنا فيها مختلف المنتجات الغذائية أسعار ترتفع وتنخفض في السوق الدولية لكنها في الجزائر لا تعرف سوى الصعود معادلة حلها يبقى مبهما ويطرح أكثر من سؤال